موسيقى موسيقى تساعد أكثر على زيادة هذه الأسعار للأسف بلدنا عملت مجهود كبير في هذه المادة هذه القمح القمح خاصة القمح اللين لمنه ينتج دقيق وداخل هذه الدواء وفي البرلمان وفي مناسبة عديدة تواصلت الحكومة حول هذا الموضوع وقدمت مجموعة من المعطيات حول الدعم الذي توجهه الحكومة لهذه المادة الأساسية وكيف مجر في الأسئلة على اعتبار أنها مادة مهمة جدا في النظام الغذائي الوطني في يناير كان تقريبا ما يتم ضخه من أجل أن نحافظ على أسعار القمح في مستويات معروفة له 160 درهم بالنسبة لمطاحل كان تقريبا في حدود 71 71 درهم اليوم رح نتجوزنا من 100 درهم بكثير بكثير جدا إلى ما قربناش للصقف دي الميتين درهم الكلفة مرتفعة جدا على اعتبار أن هذه المادة اليوم وهذا يؤكد مرة أخرى بأننا في هذه الدرفية التي يمر منها البشر يمر منها العالم هناك أزمة لكن الحكومة تستمر في دعم هذه المادة وتستمر في الصمود وفي الوقوف إلى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية فالأرقامنا قدمتها في مناسبة عديدة الحمد لله بلدنا عندها واحدة لمجموعة الميكانيزمات والآليات دي الجديد المخزول الوطني وتعزيزه في كل المراحل اليوم احنا المخزول الوطني تقريبا في حدود أربعة أشهر ويتم استيراد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق ومن مجموعة من الدول المختلفة وسوف تستمر الحكومة في دعم هذه المادة الأساسية